ده اسمه هاري ودي الست اللي هو هيروح يسرقها بس هو نصيب يعني هاري شغال حرامي وهجام ولكنه بيسرق بيوت الاغنية بس قبل ما عاد السرقة دي باسبوع بيكون نايم في الصالة والجرز عمل يارين بيفتح الباب بيلاقيها لانا صاحبته بتخش وبتقل عشجاكته وبتلاقي بيشرب بتشيل ازاز الخمرة وبتشوف السمكة دي فبتقوله مين دي فقالها دي شهندة وحكالها بقى هو جابها النين من سرقة عادية انبيها هو ابن عمه وشريكو كريس وعمليات السرقة بتاعتهم بتبقى منظمة بيستنوا لحد ما صاحب البيت يمشي وبيروحوا يفتحوا البوابة لانهم شافوا البسورد وبيجراشوا العربية بتاعتهم قدام البيت وبيبدأوا يلموا الحاجات السمينة يحطوها فيها ولكن هاري عنده شوية مبادئ يعني مثلا الحصالة بتاع البنوتة دي ما رضيش يسرقها وحطلها فيها فلوس في اليوم دي بعد ما خلصوا سرقة ولموا الحاجات لا السمكة ومن ساعتها وهو مسميها شاهندة على اسم الاكس لانا قلت له ماشي وبعدين بيتعاشوا مع بعض اندومي وبعدين بتسأله لانا سؤال وجودي انت ليه سميت السمكة شاهندة وما سمتهاش لانا فقال لها عشان شاهندة كيرفي لانا بتخضب طبعا وبتلم هدومها وبتسيب له البيت وبتمشي كده كده هاري كان عايز يسيبها بس كان عايز هتيجي منها مش منه عشان الصراحة الحتة اللي معاها مش هتقضغر واحد يعني عملية السرقة اللي بعد كده برضو بيستنوا الناس اصحاب البيت يسيبوا البيت ويخرجوا وبيخشهم كل واحد فيهم بيبقى عارف هيعمل ايه كريس بيخش يفوك الديفيدي وهاري بيخوش هيعمل حمام للأسف اسناء ما كان كريس بيفوك الديفيدي بيرجع صاحب البيت وبيقول له انت بتاعمل ايه بيطلع كريس يجري وبيطلع صاحب البيت يجري وراء لحد ما بيزنقه في الجنينة دي كريس بيبدأ ينادي على هاري ولكن هاري في الوقت ده بيكون بيغني ومندمج وبيقول شايماء 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 بيحس كريس ان فيه حركة تحت فبيفتح الباب وبيتأكد ان صاحب البيت رجع بينزل يجري وكريس وراء ولكن الرجل بيقدر يمسك كريس فبيرجع هاري بالقرورة دي وبيدله فوق دماغه وبياخد كريس وبيجروا على عربيتهم وبيمشوا بيرواحه وكريس بيقول له دي علامة احنا هنتوب فهاري قال له اتكلم عن نفسك حبيب اه انا اموت حرامي كلم عن نفسك اه تاني يوم قبل ما هاري يروح يسرق لوحده بيكلم كريس وبيقول له يا ابني الناس قال له لو عبيع المشاية وارجع اروح الجن مع الشعب مش هسرق تاني قال له برحتك وقفل في وشه وبدأت العملية بيفتح البوابة وبدخل الاربية بيجرشها وبينط منها الصور وبيخش البيت وبيبدأ يقلب البيت واحدة واحدة بيخلص وبيخش الحمام كالعادة فبيلاحظ ان هو مش لوحده بيقطع الخلف وبيبص وراءة بيقول لها انت مين قالت له مين يسأل مين انت مين قال له انت عارف عن انا بس رايك يعني قالت له مهونت اكيد مش الديليفر يعني عشان انا ما طلبتش اكل بيلاحظ هاري ان هي مش فرق معاها وان هي بينها بتنتحر فسألها انت بتنتحري قالت له اه فرح بص على الحبوب ما لقاش حبوب انتحار ولا حاجة بتاع اسهال فقالت فشلة في الانتحار كمان يا ديزي ديزي بتروح تدور على الحبوب تانية وبيروح هاري يدور معاه وبيجيب لها حبوب ممكن تموتها لو خدتها وبتاخدها وبتشكره وبتعود تاني في البانيوم وبتقول له انت طالع في الباب وراء ولكن هاري بيبقى مستعجل فبينسقف الباب فقالت له الباب يا حيواء فقال لها لمواخزة وقفل الباب وبياخد هاري العربية بتاعته والمسروقات وبيمشي بيمشي شوية كده وبيبدأ ضميره يقنبه ان هو هيسيبها تموت وبيقرر ان هو هيلفه وينقذها بيرجع يخليها ترجع الحبوب اللي هيخدتها وبعدين بيحطها في السرين بيقعد بعد كده هاري مش لاقي حاجة يعملها فبيقعد يلعب في البتاعة دي وبيحس بملل فبيرجع المسروقات وبيرجع التلفزيون وبيقعد وتفرج عليها بتصحى ديزي تقول ايا ديزي فهاري قال لها سلامة ديزي ديزي طبعا بتتعصب لان هو انقذها وبتوقت تتفرج على التلفزيون وهو مطفي فهاري قال لها انت كده مش طبعية وبيصمم ان هو يعمل لها اكل بيفتح التلاجة وبعد ما بيفتح التلاجة بيفكر بعد كده ان هو يطور من نفسه بيبقى يسرق تلاجات بعد كده بيسألها بقى مين الشاب اللي كان معاكي من يومين هنا ده فقالت له انت عرفت منين قال لها ما انا مش حرامي عشوائية انا لازم ادرس المكان قبل مسرق فقالت له ان ده بيتر خطبها ولكنه منفصل عن بعض النهاردة الصبح عشان كده كانت عايزة موت نفسها بيعمل لها الاكل وبيحط ملح كتير فبتقوله ان ده مضر على صحتها فقال لها شوف ازاي ان الملح مضر واللي انت كنت بيبلبعين برح مش مضر قالت له الملح بيحبس المياه في الجسم فكده هاتخن ولا اقول لك انا كده كده هنتحر حط حط بيقعد هاري يتعشع وبتطلع ديزي تكلم بيتر في التليفون وبتتحايل عليه يرجع لها ولكنه بيرفع فبترجع لهاري وبتقوله تحشش قال لها هو ده سؤال طبعا حشش بيطلعوا مع بعض برع البول وبيشربوا وبيسألها هاري سؤال مهم بيقول لها لما انت عندك بول زي ده بتنتحر في البنيو لئه قالت له كيف كده كيف هنا ديزي بتبقى مصمومة ان هي تنتحر فبيلزق لها هاري وهي بتعمل حمام بيفضل معها وهي بتتفرج على التليفزيون برضو بيفضل معها وتاني يوم الصبح بيعمل لها نسكافيه واول ما بتصحها بتمسك التليفون عشان تكلم بيتر فقال لها بدون كرامة فقالت له نعم انت عايز ايه قال لها النسكافيه بدون كريمة فقالت له انت مالك بي انت مالك انا عايزة انتحر بتبقى مصمومة جدا فهاري بيقول لها طب اعزمك على عشاء وبعد كده هسيبك تنتحر بقى ما تنتحريش دي حاجة بتاعتك بتوافق ديزي فبيقول لها تفين اللحمة قالت له بيتر نباتي ما بيأكلش لحم بياخدها على المكنة بتاع بيتر وبيروحوا اشتروا لحمها من السوبر ماركت وبترجع ديزي يتكلم بيتر وبتهزقه وبتشتمه بتغفل في وشه وبتخشه وبعدم بتقلب سحلية تاني وبتتصل بيه وتعتذر له هاري شايف كل ده وساكت فبيقول لها يعني العشاء النهاردة سبعة ونص بس كأنسة فقالت له معلش وانا مالي قال لها ملكش يعني بس يعني بنوتة اه بتطلع ديزي وبيفضل هاري يحط ملح في الاكل عشان تحبس ماء بتيجي ساعة سبعة ونص وبتنزل ديزي واول ما هاري بيشوفها بيقول لها انا تأكدت ان بيتر كان نباتي فقالت له ليه فقالها اللي عاش عمره على البسلة ما يقدرش الضاني فقالت له ميرسي بيعودوا وبيبدوا ويتكلموا وبتقولوا ان البدلة بتاع بيتر واسعة عليه شوية اصلي بيتر حبيبي يعني طول بعرض فقال لا يا سيت ربنا يكرمك وترجعه البعرض المهم احكيلي البلان بتاعتك بعد الانتحار فقالت له مش فاهم فقال لها البروجيكت بتاعك ايه خطتك بعد ما تنتحري فقالت له مفيش خطة انا بس عايزي يندم على فراء فقال لها يعني هو سابق انت هتنتحري عشان تندميه ونعمل الانتقام بيخلصوا العشاء وبعدين بيشغلوا ميوزيك لطيفة كده وبيرقصوا مع بعض وبعدين بيروحوا لعبوا بالعربية دي انا مش فاهم ليه وبعدين بيرجعوا على البول وبياخدها وينزلوا البول الجيران طبعا بسبب صوتهم العالي بيبلغوا البوليس البوليس بييجي بيلاقي هاري مبلول فبيقولوا انت مبلول ليه ما بيلحقش الرد بتيجي ديزي وبتكون مبلولة فبيقول لهم انتوا مباليل ليه فقالولوا ان احنا النهاردة عيد جوازنا الاولاني فعمل الطبيعي نكون مباليل الشرطة بتصدق ويبتنشي وبيبقى هاري فرحان جدا ولكن ديزي قالت له مش هتفرق انا كده كده هنتح فهاري قال لها ليه طيب يعني ليه ليه الغم ده يا ماما فقالت له عشان انا بحب بيتر ومقدرش استغنى عنه ومقدرش عايش من غيره وبعد عني ومش حاسس شوفك تاني وبيرن بيتر فبتجرع التليفون وبتقول له ولا اقول لك بلاش الملامة سيدي انا ما عنديش كرامة هاري بيتأكد هنا ان ما فيش امل بيروح لعربيته وبيلع الهدوم بتاع بيتر وبيلبس هدومه بيدور عربيته لسه يمشي جات وقفت له قدام العربية وقالت له انت بجد نادل وهتسيبني فقال لها يا بنت المجنين مش انت لسه إلا ليمشي فقالت له ما انا قلت لك ما تنقزنيش وانقزتني اش مانا دي بقى ولا انت بتتلكك كلكم بيطربوا حجر هاري بيمشي وبيوصل للبنزينة دي وبعدين بيبقى متأكد ان هي هتحاول تنتحر تاني فبيقرر ان هو يرجع تاني بيرجع بيلاي البيبن متأفلها فبيتوقع ان هي في حمام السباح بينط يجيبها وبيطلحها وبيبدأ اياملها عملية تنفذ صناعي ولكن كل المحاولات بتاعته بتفشي فقال لها ديزي يقومي بيتر رجع ففقته قالت له بيتر فين فقال لها ده انت عيلا سبالة وقسم بالله بيطلحها القوضة وبيعملها حاجة سخنة فبتقول له يعني هو انت هتفضل تنقزني كده على طول قال لها يا ديزي انت قادري بيسيبها وبيقوم عشان تنام فبتنادي عليها وبتقول له بيتر كان بينايمني تعال نايمني بيرجع وبنايمها بس بينام هو وهي ما بتنامش فبتصحيه وبتقول له هاري هاري بيتر وحشني اوي بيسيب لها هي وبيتر وبيقوم يرقصها بيستغل الفرصة دي بقى وهي رايقة كده وبيقول لها وبيتر سابك ليه فقالت له بيقول ان انا نكادية وعندي ميول انت حرية فقال لها السافل الجبان انت عندك ميول انت حرية لا لا ما تصدقش الكلام ده وكان بيقول كده اكيد يعني عشان يخلع تاني يوم الصبح بعد ليلة جميلة بيقوم هاري يا من نسكافيلي وليها ولكنه بيتفاجئ بواحدة واحد دخلين عليه وبيقولوله انت مين وفي الوقت ده بتنزل ديزي وبتقول بيتر فهاري قال لها هو ده بيتر ده اللي مخليك عاملة زي السحلية تقول الفيلم حزب يا الله وناعمل اوكي بيطلع بقى ان بيتر كان مرتبط بديزي فعلا ولكن فاكشوا وارتبط بواحدة صاحبتها اللي هي لابسة الشرطة بتاعها دي والكلام ده كان من سنة فاتم وديزي مش قادرة تتخطى الموضوع هاري طبعا بيتفاجئ بالكلام ده ولكن بيدرك الموضوع بسرعة وبياخد التليفونات منهم عشان ما يطلبوش البوليس وبيقول لها ادي حبيبك ودي صاحبتك اللي خانتك معي خدي حقك بقى ديزي هنا بتنطلق بتشتمهم هما الاتنين باقزر الشتايم وبتطف نارها انا لحد اللحظة دي مش مقتنع ان انت بيتر بس انا مفيش حاجة في ايد اعمله بتخرج ديزي مع هاري مبسوطة وبتفضل تشتم فيهم وبتروح مع هاري البيت بتاعه وزي ما تقول كده ان هي تعالجت خلاص يعني بيخشوا مع بعض البيت وبيعيشوا مع بعض ومعهم شاهندا في ساعاته ما تنسوش تعملوا فولول لصفحة فيلمتشينو او قناة فيلمتشينو لو انت على اليوتيوب عشان بننزل عليها كل يوم وهتلقوا الرابط في اول تعليق ويا الله سلام